موسيقى ناس الخير، كيف حالنا؟ في حالنا اليوم رح نحكي عن فن الخطابة ليش اسمه فن؟ ومين المسؤول على أنه يحكي على هذا الموضوع؟ وكيف احنا اصلاً منقدر نمره لأولادنا إذا فيه امكانية أن احنا نمره للآخرين ولا هو موهبة المفروض يخلق تخلق مع الإنسان لنعرف أكثر على الموضوع معنا أشرف قرطام، مدرب ومحاضر في السلوك البشري أهلا وسهلا فيك أشرف سمر عزايزي، مستشارة تنظيمية ومديرة شركة مديري شريكي في معهد سبيك أب أهلا وسهلا فيك سهل سنتعرف على أراء بعض الأشخاص باستطلاع رأيي اللي تم لطلاب جامعيين موسيقى 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 واضح إنه هذا من أهم مراحلة التعليم كل منظمة تبعية المدرسة هي منظمة جدا قامعة اللي بتعلم الطالب إنه ما يوقفش وما يحكيش لهيك كثير طلاب اللي بيجوا هاي خصوصا طلاب سنة أولى وطلبات سنة أولى بيجوا مش عارفين عن جدي كيف يحكوا أو كيف يوقفوا ويسألوا حتى الأستاذ أو المحاضر اللي موجود وهي كمانه عن الخطاب اللي مفقودة عنا أنا شخصيا اكتسبتها من قبل شواي من برامج أخرى اللي اشتركت فيها بس طبعا الإشي بتطور أكثر كمان خلال الجامعة كل طالب حسب رايي لازم يكون عنده قدرة على الخطاب السليمي لأنه كثير من واجه كورسات اللي لازم فيها نعرض آراءنا نعرض أبحاثة عملناها وعليها إحنا رح منخذ علامات وجزء كبير حسب رايي من العلامة اللي بيعطوها المعلمين هي على قدرتك على التعبير يخاطب حتى لو غلت غلتت معليش ولا واحد بتحك عليك ولا واحد رح يدايا بالعكس هذا هو جزء من التعليم فبالتالي بتطلع كمان إنه الخطابة بتطور وبتحسن التحصيل الطالب أو الطالب الجامعية أبوي كثير كان يدربني بحس إنه هو كان يحب هذا الموضوع كثير إضافة للمدرسة في المدرسة اللي أنا تعلمت فيها كنا نعمل كثير عروض قدام الصف وتجارب يعني أخرى في حفلات إلقاء كلمة وهيكا كل جامعة بدك الطالب يكون يعرف يتكن مجال الخطابة ويتكن كيف تعريفه عن نفسه وعن مشاريع وعن تخطيطاته وعن مستقبله بما إنه كثير مجالات بالتعليم بالطالب يعرف عن حاله وهذا واحدة تاني لما بوصل الجامعة وبعبر على التعليم كمحاضر لما المحاضر بشوف الطالب مندمج مع الدرس وبشوف الطالب بيعرف عن حاله بعرف عن أراؤه عن معلوماته بطريقة المخاطبة المباشرة من غير ما يخجل هذا كله بقوة من مكانة الطالب قدام المحاضر وقدام الجامعة وبأسه كمان على العلامات بالآخر يعني فيش شك إنه طريقة المخاطبة والتشجية والثقة بالنفس هي من أهم مراحل النجاح للطالب قبل الجامعة وما بعد الجامعة أشرف بداية هيك حابل نبدأ معك على صعيد الشخصي أشرف قلتهم كيف وصل اليوم بشكل شخصي أول إشي حكي لنا عنك وكيف أنت وصلت لكل موضوع التدريب والتدريب البشري والنجاح اللي أنت وصلت لإلك استمي أول شكرا لإلك يعني طلعي هي مع إني أنا بدرّب الناس أنه كل شيء عندني يكون مخطط والناس بتفكر لقدام بس أنا شخصيا بحالتي الشخصية وصلت لهذا المجال بين قواس عن طريق الصدفي بمعنى ما كنت مخطط بتفولتي أنه هذا اللي بدأ أوصله لما أكبر طبع عندهم بفضلش أنه ابني يشتغل بهاي طريقة بفضل بطريقة تاني بس هاي بالفعل اللي صار معاي أنه أنا كنت أشتغل في مشروع تربوي بالبلاد اسمه مخايل اللي هي اختصار كلمات في اللغة العبرية ميتسوي كيشوريم إشيم لميتسيانوت وهذا المشروع وقف بالألفين وثلاثة اللي مور لفنات وقته وقفته ولقيت حالي عاطل عن العمل بالألفين وثلاثة فأنا يعني اليوم بقام إنه إنه الكون لما بسكر بفتح شباك صارت معاي أنا كمان بمعنى أنه كنت عم بقلب التلفزيون وشفت مدرب عالمي الله يرحمه دكتور إبراهيم الفقي في محاضرة كانت في التلفزيون الكويتي وبتعفك الواحد بيشوف شغلي بالأول بيش عارف شو هاد ولكن تجذبه سعتين أعادت حد التلفزيون ما ما تحركت وبعدين اكتشفت له هذا البنقادم موجود في مونتريال في كندا وأخذ لي 14 يوم بالضبط تكن تقاعد حده في مونتريال في كندا عم بتدرب يعني بمعنى في مثل اليوم بقوله كتير يعني بيعني لي عندما يكون الطالب جاهزا يظهر المعلم فظاهر أنا كنت جاهز بهاي الفترة كل الزروف أخذتني إنه يلا إسا أنت لهذا المحل ومن يوميتها لليوم بعدني مشو مؤحف بعدني عم بتدرب قبل ما أدرب طبعا بعدني بتطور أنا بأمن بهذا الشي ولكن من بعد ما تدربت الدورة الأولى اللي كانت في مونتريال في كندا بالألفين وثلاثة رجعت على بلاد وبلشت أطرح هذا الموضوع وبأول مقابلة تلفزيونية حتى أنا بتذكر زميله يوسف أبو وردي يعني بوجه له تحية قال معنا الأستاذ أشرف قرطان اليوم في لقاء تلفزيوني قلت له معك المدرب أشرف قرطان قال لي أي فريق ما كانتش لسا الناس حتى تحكي في هذه المصطلحات تدريبه الثاني وثلاثة كان هذا مصطلحات غير مصطلح حديد جايبوا على البلد بصراحة يعني فرحان فيه وأنا مبسوط إنه بعد خمسة تحشر سني لما بقول مدرب على الأقل الناس بسألش أي فريق وعارفين يعني هيك بلشت الطريق طبعا من وقتها هو أكتر شغل ذاتي كتير تطوير ذاتي يعني أنا كتير بستثمر بالمدخول عندي في أن أستثمر بذاتي لليوم أنا بعدني بتعلم لليوم تقريبا ثلاث مرات بالسنة بترك البلد وبطلع بريد البلد بتعلم دورات جديدة بتطور حالي الكتب وبالنهاية كمان إلا ما يصير في عندك أنت خبرة بتكتبها اللي مش موجودة ولا بكتاب ولا دورة تطريبية كمان مع الوقت تشوف إنه هذا بشتغل هذا بشتغلش تصير كمان تقدر تطوره تحوله لش نظرية بسيطة وتعطيه كمان لغيرك وبالفعل يعني أنا بالبداية هيك أعطيت مقدمة على إنه هل كل شخص بنفع إنه يكون مدرب ويكون عنده فن الخطابة يعني هل كل إنسان بقدر يكون ولا موهبي بحاجة لهم؟ شوف أنت سألت سؤالين حتى مش سؤال واحد سؤالين 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 يعني هل كل شخص بنفع يكون مدرب؟ يشوابه لا قاطع مش كل إنسان أخذ دور التدريب بنفع يكون طبعا طبعا إنه لا يعني في أمور اللي هي يا عندك إياها يا ما عندك شيها بذلك بعالم التدريب هل كل شخص ممكن يطور فن الخطاب يشوابه نعم يعني فين شقين مش كل بنا قدر يكون مدرب إحنا مش معمولين يعني من إشي مختلف بس فيه شغلات أساسية اللي أنت بحاجة إلى الإلهام الكاريزما إلى آخر هي لليوم فيه نقاش كتير كبير على الكاريزما إذا هذا إشي الإنسان بيخلق فيه ولا ممكن تطويره أنا أدعي أنه صحيح الأساس هو التطوير يعني المكتسب مش الوراثي بس فيه جوانب وراثية اللي إياه للناس اللي موجودة عندهم تعالي نقول هيك أنا ما كانتش موجودة عنده يعني أنا أدعي أن حتى الأمور اللي عندي هي مكتسبة بس بفن الخطابي بالتدريب لا يعني مع كل الاحترام فيه شخصيات اللي صعب تدرب صعب تلهم صعب ممكن تكون بمحارثة شخصية هي رائعة يمكن تكون تملك معلومات رائعة جدا بس ممتازة أنه تأخذي بنا قادم يتحوليه من مكان الآخر بحاجة لكمان أمور اللي يعني مش موجودة بس بطريقة مكتسبة يعني فيها كمان جوانب مفروض يكون فيه قصص لإلهاب اللي بتساعد الدفشة هاي وصمر هيك إذا بنحكي على العلاقة ما بين التدريب وما بين فن الخطابة احكي لنا بالبداية هيك عن شو هو معهد سبيك أب اللي انت شاركي فيه ومن ثم كمان هيك شو بتفكري شو العلاقة بين اللي عم نحكيه على التدريب وفن الخطابة أول شي سبيك أب هو معهد زي ما حكيت للخطابة المناظرة والقيادة بالأساس الهدف تبعنا أن نصل لمجتمع واعي يقدر يكون عنده ثقافة الحوار والنقاش وقدرة الإقناع بشكل واضح وبسيط وجذع لأنه كتير مهم انه احنا كمان فكرة انه يكون عندنا الفكرة واضحة براس نصعتها احنا فيش حاجة نطر نعيدها وطبعا يكون عندك آليات اللي انت تقدر تجذب الناس من ناحية مضمون ومن ناحية مهارات فهذا اللي احنا بنحكي عليه احنا أنا بأأمن انه الأمور اللي احنا بنحكي عليها انه احنا نيجح ندرب الخطابة هي بالأساس هدفها انك تخلق ثقة بالذات لما يكون عندك ثقة بالذات انت عمليا بتقدر تصل لمحلات لتطور حالك بعدة مجالات زي ما حكي انه اه صح فيه شخصيات اللي انت صعب تيجي توقف وتدرب ودام مجموعة بس السؤال كمان هون بنحكي على دورات تانية اللي احنا كمان بنعملها بتدريب مقدربين كيف انت تقدر تعطي مهارات التدريب اللي هي كمان شغلات اللي بدها مهارات ذكاء زي الذكاء الاجتماعي عشان يقدر الانسان يوقف قبل مجموعة ويطبق هاي المهارات ويقدر يمرق الرسالة بشكل واضح للناس اللي حواليه وبطريقة كمان اللي هي مش مملة عشان يقدر عجلد يكسبها ويعرف كيف يذوت هاي الامور فهذا اللي احنا بنحاول نشتغل عليه حتى بالجانب التاني تبع غير فن الخطابة تدريب المدربين عشان يقدر يساعدونا بيكونوا معنا بالتوجيه وبالشغل ببعض يعني انا بفهم انه فيه قصص اللي انتم معتمدينها او بالاحرهية معتمدة بالأساس اللي انتم بتقولوا انه هي لازم تكون بفكري كمان هذا بالحوار لازم يكون فيه قصص يعني احنا اليوم كلنا بنحاور مش مهم الحوار ناجح مش ناجح حوار جيد مش جيد بس كلنا بنحاور كل الوقت كل حياتنا بنية على الحوار كيف ممكن اذا احنا بنحكي على ناس اجتماعيين اللي عندن المهارات الاساسية من الكلام والحوار بقدروا انه يعني بقولك طب احنا بنعرف نحكي ايش بدنا نحكي اكتر الفكرة هي انه عشان يقدر نصل لانسان اللي هو قادر يحاور انت بحاجة كمان تشتغل على كل موضوع البحث سبعك انا مفعش احاور او الطقي خطاب او احكي على موضوع معين بدون ما يكون عندي آليات للبحث وتعميق المعرفة تبعتي بطريقة بوقبة على اساس براهيني اللي هي موجودة بكفيش انه انا احكي بس احكي مشاعر ولا شغلات صارت معاي ولا امثلة ولا قصص بحاجة انه هذا الحكي تبعي يكون مبرهن مع ابحاث عشان احنا نكون مجتمع واعي وباحث من جهة وان الجانب التاني احنا كتير بنشتغل على موضوع التفكير النقدي التفكير النقدي هي انه احنا مش بس عملية نرفض طريقة التلقين للطلاب احنا اكتر مش طلع على انه نخلق كأنه وعي وتفكير كيف بدماغ البني ادم عن طريق انه يسأل حاله اسئلة مثل ليش لما انا بحاور انا بسأل حالي كمان ليش انا هيك بفكر سعيدة انا بقدر افهم الانسان لقبالي لما بفهم الانسان لقبالي كمان بقدر اتقبله وهيك كمان احنا بنصل لمرحل انه احنا بنشوف حاله مش بس كمحل من نعزز شخصية بني ادم احنا نشتغل على صعيد مجتمعي انه كمان نقلل من ظاهرة العنف لما بتقبل غيري بالتفكير النقدي وبتقبل انه اه ممكن ارجع ابحث بالفكرة تبعتي من اول ابو جديد وارجع ابحث حال ليش هيك بفكر حتى بموضوع القيم الاحترام ليش مهم الاحترام لازم هقبل اني اكون بهذا المحل يفحص نفسه من اول ابو جديد يعني احنا كثير مرات في الحوار كثير من نكون مشغولين بقشنا نقول مش اش بدنا نسمع وهي واحدة من الامور الاساسية انا بفكر يعني مش بشكل خاص انا ما بدا اقول انه العرب بتخيل هي موجودة بشكل عام بين كل الناس اللي بتتحاور وبتفكر فقديش الانسان بقبل يكون مصغي ويسمع الاخر قديش هذا بده شغل يعني هي فكرة قديش احنا بنتقبل انه احنا ممكن نتعلم من الاخر فهي وعينا انه حتى اياتا انسان ممكن يكون موجودة قبالنا قديش احنا عن جد نتعلم منه حتى بشغلات اللي هي بعيدة عننا بالاخر هاد انسان اللي عايش بالمجتمع تبعك عايش معك وفي تجربة اللي هو مرأها ومن هاي التجربة حتى لو انت حاسل انه فيه بعد بينك وبينه ثقافة انت بتقدر اذا انت عن جد حابب تتعلم على حالك زي ما حكى انه الانسان اوه لازم يكون بعملية تعلم مستمر انت مفروض تسمع عشان تقدر عن جد تطور حالك وتسمع وتأكيدنا ان انا حكيك انا بظن انه عمله بحث اللي طلع بالاخر انه 75% من حياة البني قادم هو بحكي مش بسمع 25% بس هو بسمع وعشان هيك هقل الناس بتطور وهنا بيجي دور الذكاء الاجتماعي قديش انا بفحص حالي قديش بسمع الانسان اللي قبالي وقديش بدي اطور حالي عن جد وعلى هذا قصة التطوير واللي حكيت عنه اشرف في البداية يعني احنا عن جد منحكي على انه كل الناس تقبل تكون مدربي يعني تقبل تكون بهذا المحل لا يعني ما عرفش اذا كل الناس يعني تعرفي ببداية طريقية عم بتذكريني لما بلشت اطرح الموضوع كان كتير في عندي صعوبة نتيج الناس يعني ايج تك تحكيلي متل ما قلتك كمان بقى سئلتك يعني مش هو ايش يعني شو من حكيتك تأثر علي واصلا كل موضوع علم النفس احنا نعرف انه في الوسط العربي كان كتير صعب يطور ان انسان يفتح عيادة ويعيش منها ليه لانه فيه انه شو بدي يقولي شو بدي يعمل لي واذا رحت لعنده بركة دليل انه انا مالي اشي بس مع الوقت صار في وعي له هاي الامور صار في وعي انه اليوم زي ايشي في الدنيا انه انا اروح امره اتدريب عن شخص عنده معرفة وعنده تجربة بوفر علي هي قصدية انه الخبرة اليوم انا بدلني اقول جملة انه اذا بتعلم من شخص بتديف على عمرك عمره يعني انا دايما بدلني اقول للناس انا ده اترك المجال وصلي 15 سنة فبقول لك شخص ايسا فايت على المجال بس اسمعني رد علي نصيحة تعال هو قعد معي جلستين ثلاثة اربعة خمسة خد من خبرتي بس على المسارح شو بسابي ووفرت على حالك 15 سنة تابعوني يعني وعن جد بوفر يعني بتعرفي يعني اذا بدو قعد احكي بس على ايش تعلمت انا على جلدي على المسرح هو هاي يعني اشرف اذا انت بتحكي شو صغيري اكتر توسيعا للجمهور انا متأكدة انه اغلب الجمهور بيعرف اشرف قرطام التأم اشرف سمعا اشرف اكيد حضر اشرف في عدة اماكن بس ايه لنحكي عالبدايات انت بتحكي انك انت بالالفين وثلاثة كانت الناس ما بعدها ما بتعرف المصطلح شو واجهك شو ما رأيت اشرف اكتير انا اكبر مثل بعطيك اياه تعافي انا كتير عفو بحكي كل شي يعني ما فش عندي مشكلة اكبر شغلي يعني بدي اقولك اياها نصيحة ويمكن اول مرة بيعرفوها المشاهدين انا بالالفين وثلاثة مش بس قد ما كنت متهور وهيكا شاعر جايب اشي كتير كبير للبلد اول شغلة سويتها فتحت مركز فتحت مركز بحيفة في مئات الاف الشواكل يعني اجيت انا بتذكر الليالي انا وابوي نسهر فيه لو وجه الصبح عضل قرد من البنك عضا كذا عضا كذا وفتحت مركز كتير كبير سميته مركز قدرات للتنمية البشرية يعني المشاهدين اللي ذكرين هاي الفترة حاولوا يتذكروا في حيفة وبس خلص المكتب فيش حدفاي ويعلى وين تبيجي المتدربين وين تبيجي الناس ثقاعات فيه وافضل فاسيليتيز ادوات وإلى آخرين فيش ناس اليوم بالالفين وطمنتاش انا بستأجر تقريبا كل بلد اليوم مركزي وبفتح فيه دورات هذا تعب هذا يعني رجعت المركز عشان سكرته فميت انه احيانا فيش اشي بيجي بالي هوين فيه دفع ثمن وفميت تعلمت كتير تعلمت انه كان لازم ابني قسم بالأول بعدين الناس بتيجي بنفعش تيجي تقول انت عارو طب شو هذا المجال الثقة هاي كتير كانت كبيري ومش بالصدفة حتى تغير اسم المركز طبعي من مركز قدرات للتنمية البشرية لمركز أشرف كورتام حتى هاي كانت بالطريقة يعني لما استشارت مستشارين زميلي عبدالطميش ووجهله ألف تحية قال لي بالألفين وخمسي ألفين وسبتي أشرف انتبهت انه الأسم طبع المركز ولا واحد لاقته بس أسمك لاقتينه وطيب قال لي سمي على أسمك كنتش أفهم هاي الأمور هاي ناس مهنيين أجت وقعدت معاي ودلتني وكله هذا مع دفع ثمن بتاعش يعني تسكري مركز بعد ما تحطي عليه مئات ألف الشواكل صعبي بس يفهمت كمان انه وانه هيك بتعلموا واليوم إذا بيجي لعندي واحد بقول لأشرف عمتيني أول استشارة بقول لتستأجرش بالأول بالأول خد عند زميلة إليك خد عند كذا استأجر بيوم الضورة بعدين فيه صار عندي خبر هقوله إياها وهاي بتنبنى كتير مع الوقت مع سنين فلأ الطريقة كانت كتير صعبة يعني الطريقة كانت كتير صعبة وبظلني هقول للناس دائما في المحاضرات الأخيرة بالذات انه اللي بتشوفه إسا هذا الساعة ونص هو عمره 15 سنة اللي بتشوفه هذا الساعة ونص عمره أكثر من عشر تلاف ساعة خبرة وتجربة يعني واحد من أروع الكتب العالمية اليوم كتاب اسم المميزون اللي فيه بقول انه مش ممكن الإنسان يكون رقم واحد أو تنين أو تلاتي في العالم بمجاله إلا إذا كان عنده عشر تلاف ساعة خبرة بنفس الشغلة انه بجيب أمثلي من البيتلز حتى بجيب أمثلي من موزارت بجيب أمثلي من بيتروفن حتى هدول اللي كانوا مبدعين وبالفطرة ما صاروش وما عملوش إنتاج رائع إلا ما كان عندهن عشر تلاف ساعة خبرة وتجربة حتى هدول البيتلز قبل ما ينشهروا حتى الموظوبين طبعا حتى اللي خلقوا معا طبعا حتى ميسي ميسي بنشوف النتائج بس منجيل 8 سنوات بأخذ قبر إنه يطول حاله وبتدرب مشاهدين اللي بقول ميسي بنشورنالدو سعبي عليك فبتشوفي إنه دائما الخبرة بشي كتير مهم فأنت بتشوفي اليوم أشرف واقف على المسرح صح بس هاي فيه وراها أكثر من 20 ألف ساعة محاضرات وتدريب فبتشوف بعدين العفوية هاي اللي بتقولني يالو بعملها هيك لا لا هي مش بعملها هيك هيدفع كتير تمام عشان أعملها هيك هاي كتير أخذ منه وقته طقات وجهد طبعا وإذا ما نحكي هيك سمار وكمان أشرف نفس الشي نفس السؤال عديت مجتمعنا العربي وين من كل هذا يعني إحنا نحكي سبيك أب هو معهد يخدم طلاب عرب صح؟ وين إحنا من كل هذا أول إشي كمان مهم أزيد إنه سبيك أب إحنا بلشنا نشتغل بش بس مع طلاب المدارس كمان عنا نشتغل مع أشخاص اللي هني مهنيين ومستشارات بالضبط ونعمل هن استكمالات عن طريق سبيك أب لفتح منصات حوار بالمدارس لأنه كمان مهم اللي إحنا عم نجرب نشتغل عليه إنه نفوت سبيك أب مش بس إحنا اللي ندرب كمان الأشخاص اللي هنيين يستعملوه باليوم يوم طبعا والأهل كمان بلشنا كمان بدورات اللي هي للنساء بالأساس طبعا الرجال هني دورات كتير بعد يا إما مولودين يعني مع كل المواحد عشان التأسيم الجندرية إنه المرأة بالبيت هي فاضية وإذا لم مش فاضي مش شوال وهي اللي بتربط لي وعد وهي اللي بتتحاور مع اللادي تسألين كيف حالك وشو أخبارك وشو أخبارك وشو أخبارك وشو أخبارك وشو يتحاور لا والنظرة الذكرية يجيب بالأخر وإليك شو صبيه يتعلمني كمان كمان زكرتني مرة بأنا كمان بالأساس أنا عاملة اجتماعية فكمان زكرتني بعلاج لما كنت أعطيني للرجال فالفالم نحكي عليه كمان إنه بصراحة اللي أنا يعني أنا عندي نظرة وعندي تجربة إيجابية بالموضوع كلياته إحنا بلشنا قبل أربع سنين بسنة الـ 2015 اللي إحنا بلشنا نشتغل بآخرها تقريباً اللي بلشنا نشتغل بطريقة مجموعات أنا كنت أشتغل بمجموعات القيادة ومهرات الاتصال وشريك تأمل بمهرات الخطابة والمناظرة والتفكير النقدة ومن هون بلشنا تنتيني نجمع المهرات تبعتنا التجربة حكيتها من منظار إيجابي بتذكر إنه بفترة معينة إحنا بلشنا نشتغل بطريقة إنه هات نحكي نعين مع مدراء المدارس وبعدها منفوت على المدارس ومنشوف كيف الأمور بتمشي معنا وبتذكر بوقتها إنه حكينا مع المدراء بلشنا وبلشنا نفوت على المدارس ونشتغل فيهن فعملياً يعني بدون حتى محل إحنا نستأجره كان عنا عن جد فيه ترحى وبالذات إنه عم بيكون بآخر فترة وعي عند المدارس والمجتمع تبعنا لقضية إنه كتير مهم إنه إحنا نوقف نحكي قبال جمهور وكتير مهم إنه الطلاب حتى جيلة جديدة عم بيكون كأنه قوي هات نحول هاي القوة تبعته لمحل كمان يفكر بطريقة صح ويطلع فكرته صح ويعرف يوخذ القرارات مدروس ومرافق وموجه بطريقة صح ويعرف يوخذ القرارات كمان الصح إذا أن دا استعمل التليفون لمدة ساعة ليش لازم لمدة ساعة ليش إيش ممكن يأثر عليه سلبي إيش المحلات اللي منفع أفوت فيها بالتليفون من الشغلات اللي هي حياتية يومية لخطبات اللي ممكن تصل لمحلات اللي هي خاصة بالجانب السياسي والاجتماعي اللي إحنا عم نشتل فيه كمان فالتجربة اللي جابية هي أنه آه كان فيه تقبل بالمدارس فيه عم بيكون كمان كتير دعم عن جد من المدارس من مدراء المدارس وجديد كمان عم بتفوت ثقافة التدريبات هاي للموظفين بالشركات والجمعيات فكمان عم نجرب نفوت لهذا المحل أنا بفكر أنه بآخر غير أنه وزارة التربية والتعليم عم بتشدد بالوسط اليهودي على كل موضوع تحدث أمام من الجمهور وجديد كأنه عم بيبلش يشدد عليه عند العرب بالضبط فإحنا أجينا بوقت اللي هو عن جد شنصنا كان السي تبع الوعي لهذا المحل ومش بس كمان اللي عم بيثير أنه الناس اللي هي حتى عم بتكون بالبيوت تبعتها عم بتشوف أنه في حاجة أنه أنا أطور حالي بهذا المحل وأطور الفكرة تبعتي عشان أعرف أوصلها لأولادي لأنه النساء عم تعرف أنه هي عم تقعد لبيوتها قلعاً بيكون عندها الثقافة وبدأت تتحور مع ولادها بدأت تغير إيش بولادها فمن هذا المحل عم بوحدوا كمان الدورات عشان يكونوا كأنه شركة بكل الحوار اللي عم بيثير حواليهن بالمجتمع تبعاً أنا كتير مبسوطة أن الصور هالأدية جيدة بس أنت عم بتحكي على أمر يعني جداً مهم التوقيت أنت بتحكي آخر أربع سنوات فأكيد أشرف فيه ممكن تجربته بتكون شاف التغيير اللي عم بمرقوا كمان مجتمعنا العربي طلعي مجتمعنا العربي يعني اليوم مطلعة كل شي بيصير بالعالم أيها ولما إحنا شايفين شايفين كل المناظرات السياسية اللي بتصير بالعالم شفنا براك أوباما وهي تجربة كتير مهمة كما نتحدث عنها شفنا أن هذا البناء آدم قدر يأخذ الانتخابات الأمريكانية بال2008 مع أنه كان أسود بس بسبب فن الخطابي لأن اليوم في كتب بأميركا تباع عنوان الكتاب أن تتحدث كبراك أوباما أيها أن تملك مهارات براك أوباما براك أوباما عمل شغلي كتير مهمة راح يتعلم فن خطابي قبل ما يرشح حاله على الانتخابات أنا كإنسان اللي درست كل لغة جسد براك أوباما وفن خطاب أنا عم بقولك البناء ده مش بس مهني يعني بتخيل أنه أخذ بدرس الفن الخطابي عشرة على عشرة يعني بيستعمل الأسليم اللي نعلمها في دوراتنا واحد على واحد لدرجة حتى بالقضايا الصغيرة لما شاف أنه ذاكرته مثلا مش هلقدي قوية أنه يتحدث ويحفظ خطاب جاء بجهاز اسمه تيلي برومتر بكتبوله الخطابات عشائط اليمين وعشمال بإراهن عن التيلي برومتر تبعه فالناس مطلعة لما أجد ترامب ترامب بأسلوبه الخاص طبعا كمان في عنده أسليب فن خطابي اللي هي أسليب تختلف ولكن فن خطابي يعني ترامب أكتر ما يخد أسلوب الحرب النفسية تبعه هتلر وبالأساس هتلر أبو هاي المدرسة التخويف والآخره جاء بها ترامب هذا خلى من مجتمعنا العربي المطلع على كل شي بالدنيا طب لحظة شوي هذا اليوم عم بيصير بالعالم هذا بتعلم هذا عم بيساوي هذا عم بيأثر أنا كمان بدي أكثر كمعلم كمعلمي كمحامي كمحامي بأي مجال أنا بوافق معك أنه بأي مجال يعني إحنا بأي قاعدة فيه فن خطابي كيف أنا أحكي لقبالي اسمعوني مش يدير وجه مش يمسكوا تلفون كل محل فيه فن خطابي هي مش بس مصارح مش بس صفوف مش بس كذا بكل مجالات الحياة وإنه بما أنه إحنا مطلعين فيه كمان ظاهرة صارت مهمة كده راح توفقيني سمر اللي صارت آخر أربع سنين اللي ساعدتنا بنشر فن الخطابي اللي هي منصات تد العالمية صار فيه ظاهرة عالمية أجع تعني الشرح شو أكتيري أكتر نوضح شو هي تد إذا بدك وضح تد هي مشروع عالمي يعني بلش تطفي ولكن تطور بعدين مشكلة كبيرة مجابوا أفضل عقول بالعالم عمتوها منصة بالأساس بأسلوب معين أنت معاك 18 دقيقة تحكي 17-18 دقيقة تحكي مجبور يكون في طريقة معاينة لتحكي وعمتو أفضل عقول صارت الناس أنا كمان بدي تد أنا كمان بدي تد صارت الناس تتبارة بينها وبين نفسها عشان تطلع على تد طور كل مستوى الخطابات بالعالم صار أنت عشان تقدر توصل منصات تد أو تدكس تدكس والمحلة أنت بحاجة تطور حالك بطريقة كثير كبيرة فهذا خلق العديد من المدربين والمدربات بهذا المجال الناس صارت تقدر توصل لهذه المنصات قبل أكم من سنة نعمل برام الله تد عن بحكي تدكس في عنا شاب على فكرة إسا من البلاد هو أول شاب عربي حاضر في تد العالمي اللي بوجه له تحيي دكتور عسام دهود اللي هو كان صاحب مشروع يعني وأول إمرأة عربية كمان ريم يونيس اللي هي كمان كانت صحيح ريميس بوجهلة تحيي ريم يونيس ألف أوميغا زميلتي ريم يونيس صحيح صحيح كمان 100% أنا بوافق معاك فأنتي بتشوف أنه كمان صار في عنا هوني كمان إبداعات محرية لعن توصل لهذه المنصات العالمية اللي بحاجة لفهم خطاب ومعايير المعتمدي اللي نتعرف عليها رح نتوسع أكتر في كل هذا بعد ما نرجع من الفاصل